تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 783 قضية تموينية بمضبطات بلغ 827 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلع على السلع المدعومة تم ضبط 91 طن وفي مجالي حجب السلع والبيع بأزيد من السعر الرسمي لأرز الشعير والأبيض تم ضبط 636 طن أما في مجالي حجب وبيع السلع بأزيد من السعر الرسمي للأعلاف الحيوانية تم ضبط 52 طن وفي مجال عدم الإعلان على الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع تم ضبط 27 طن وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 20 طن أسمنت أما في مجال قضايا المخابس تم ضبط 988 قضية من بينها 219 قضية خبز نقص الوزن و273 قضية خبز غير مطابق للمواصفات